خلينا نروح بقى للزمالك والنهاردة كان في جلسة ما بين المستشار مرتضى منصور ولعبت الزمالك واتفقوا كده ان هم كل يوم خميس هيعملوا عشا كده مجمع للعيبة فريق كله يتعشى ويبقى ممكن رئيس النادي اعضاء مجلس ادارة موجودين في العشا يعني اللعيبة تتلم وتتجمع كل يوم خميس اتفقوا على العشا وان كل يوم خميس واحد من اللعيبة هيشيل العشا يعني هو اللي هيدفع فلوس العشا اللي كمان مستشار مرتضى منصور اتكلم مع اللعيبة اقلهم خلاص انا مش اغير مدربين تاني حطوا في دماغكم ان الراجل مسر اناسيو ده مكمل للنهاية الموسم القادم هيقعد سنة ونص حيخلص عقده خلاص ما عنديش استعداد اللي انا اغير مدربين تاني وقال كمان ان هو التغيير القادم بقى يامه هيكون في مجلس الادارة يامه في اللعيبة هو الراجل مستشار مرتضى منصور قال لهم كده قال اللعيبة كده النهاردة قال له وانا مش هغير مدربين تاني خلاص الناس يقاعد مكمل لنهاية عقده سنة ونص لغاية نهاية المسم القادم لكن يعني مش هبقى فيه تغيير خلاص في المدربين حطوا في دماغوا الجهاز ده مكمل معكم احتمال بقى بعد كده غير في المجلس في اللعيبة يعني قال لهم بقى انتوا اللي هتكونوا مسؤولين كمان أو قال لهم يعني الدور كده على اللعيبة بالبلد يعني قال لهم كمان ان حيتم الافراج عن جزء من مستحقات اللعبين بناء على يعني تقرير من المدير الفني مستر اناس يتكلم مع المستحقات المرتضة قال له لازم نديهم جزء من مستحقاتهم عشان ما يبقاش يعني الناس كده المستحقات وقفة ويبقى فيه يعني حالة نفسية سهيئة بالنسبة للعيبة فقال لهم حفرج عن جزء المستحقات اتكلم كمان مع احمد توفيق لعب نادي الزمالك قال له انت في المباراة اللي فاتت يعني عملت خرج الكورة كل شوية عشان فيه لعيب متعور قال له ادام الفريق اللي قدامك ما بيلعبش فير بلي يبقى احنا كمان مشكول شوية تطلع الكورة برا الملعب كمان قال لهم مستر اناسيو ادام المهاجمين بيوصلوا لمارمة المنافسين